السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير اخبار النهاردة مؤسفة للأسف معايا فنانة وفاة فنانة جميلة جدا ومشهورة وصفها الجميع بانها من اطيب الفنانين الموجودين والخبر التاني مؤسف جدا عن الفنانة ميعز الدين هندخل في اخبارنا بس قبل اي حاجة واهم حاجة صلوا معايا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وفاة الفنانة العراقية نغم فؤاد سالم طبعا نعت النقابة وفاتها وناس كتير جدا حزينة عليها واحنا برضو بنتقدم بخالص العزاء لأهلنا الكرام في العراق نعتها نعت نقابة الفنانين العراقيين اليوم الاربع الفنانة نغم فؤاد سالم بعد صراع مع المرض وذكر بيان تعزية ببالغ الحزن والاسى تنعي نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة نغم فؤاد سالم التي وفاتها المنية عصر اليوم طبعا ربنا يرحمها هي ابنة المطرب العراقي فؤاد سالم واشتهرت بعدة مسلسلات هي كانت آخر ساعات ليها كانت في غيبوبة كاملة تعبت جدا خلال الفترة الي فاتت وبعد كده ربنا يعني خلاص فرقة الحياة ربنا يا ربي يرحمها ويصبر اهلها وزويها ويصبر كل الفنانين اللي حزنة جدا عشانها ربنا يا ربي يصبر قلوبهم وكمان في خبر كمان مؤسف معايا وهو عن الفنانة القاديرة الجميلة ميا عز الدين هندخل في اخبارنا على طول بس ما ننساش نصلي تاني على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام ونتمنى الرحمة للفنانة القاديرة الجميلة نغم فؤاد سالم كشفت ميا عز الدين لاول مرة عن مرضها بعد حالة من التساؤلات الشديدة جدا عن طبيعة العملية اللي هي كانت بتجريها طبعا كانت بتعمل عملية ناس كتير قالت انها بتعمل عملية تجميل ونحت للقوام وخصوصا ان جسمها بدأ ان هو يبقى نحيف جدا وخاصة جدا خلال الفترة اللي فاتت ولكن يعني من مصادر مقربة منها الموضوع ملوش علاقة بالتجميل هي حتى نفسها قالت انا ما بعملش عملية تجميل هي ما شاء الله جميلة ومؤدبة ومحترمة جدا وناس كتير جدا بتحبها هي طلعت بس على انستجرام وبينت عدة نقاط كده بس هي ما قالتش كل حاجة قالت للناس انا تعبانة جدا وحرارتي ما بتنزلش هعمل ايه نفسي اخرج ناس كتير قالوا انها عندها كورونا بس هي ما عندهاش كورونا لانها هي اعلنت ده وقالت انا ما عنديش كورونا ولا اي حاجة راحت عملت عدة فحوصات الدكتور قال لها طبيعة جسمك والنحافة اللي انت فيها حاليا لازم تعملي شوية تحاليل وبالفعل عملت عدة تحاليل وازهرت ان هي مصابة بمرض خطير جدا طبعا قبل اي حاجة نتمنى ليها الشفاء كلنا معرضين للمرض في اي وقت اكتشف بعد كده انها للأسف بتعاني من سرطان السادي ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا حالتها النفسية هي اللي متدهورة جدا يعني تعبانا نفسيا جدا بعد معرفتها بالمرض وخصوصا انها دخلت على عملية خطيرة والأطباء كمان تقريرهم النهائي قالوا ان الفترة الاخيرة اللي هي فيها حالتها حرجة جدا والمفروض تاخد بالها من نفسها لان بسبب انهيارها الشديد وخفها طبعا كلنا بنخاف من المرض مين ممكن ما يخافش كلنا عندنا سيكاف ربنا بس مرة واحدة تحس ان في حاجة جات لك انت ما كنتش عامل حسابة او مش متوقعة ممكن تتخض شوي طبعا نتمنى ليها الشفاء العاجل هي اعلنت ان عندها عملية كمان هتعملها خلال الفترة اللي جاية ولكن هي ما بترضاش تقول كل التفاصيل عشان كمان من مصدر مقرب لها ان هي ما بتحبش تقلق جمهورها وخصوصا انها من كام يوم كانت من قبل ما الموضوع داي تعرف كانت بتقول انها بتعيني من مشاكل في عينيها وانها عندها ضعف نظر شديد جدا وكمان كانت بتصور النظارات وقالت انا عملت نظارتين عشان ابدل فيهم ده معقولة ده انا خلاص ان ورد ميسكني وانا لسه صغيرة وكانت بتكتب كده فعلا على صفحتها على انستجرام كمان والدتها طلعت وطلبت من الجمهور ان هم يدعوا لبنتها نتمنى ليها الشفاء العاجل فنانة جميلة وادورها محترمة كل الناس بتحبها ربنا يا رب يشفيها ويكمل لها شفاءها على خير اتمنى من حضراتكم تدعوا لها تقوم بالف سلامة شكرا سلام عليكم ورحمة الله